نشان عبدالله راجب نشان عبدالله صحابي حر صحابي حر نشان عبدالله السلام عليكم ورحمة الله أحد الوجوه من عصابة سنوات التسعين اللي ما يظهرش بزاف في التليفزيونات وما يظهرش بزاف في الصحف وما يظهرش حوارات بالرغم من أنه كان اخذى مناصب سياسية مثلا كان عضو ولجنة الحوار في سنة 93 أو 94 مع جنرال سنهاتش ولكن مع صحافة بودور على باركم لا يحبون أن يقلقوا لهم فما كان صحافي يروح يتكلم عنه لأنك تعرفك عضو في لجنة الحوار هذه الحوار هي سياسية أنا كالصحافي نمشي لك نطلب نحضر معك وكالصحاف بودورو مادد ما يحبو الشي يرنجيو حسنا هذا الشي اللي نتكلم عنه هو المخ السيرفو المخ العصابة هو اللي يتكتك وفابريكي ويجبد المخ العصابة ويتكلم عنه لا يقلقي أني حضوه لا يقلقوا Apparently أو لا يقلقوا عنه ولكن لم يكنتكلم عنه لذا فير تجربتنا من قلوبات ويقلقوا ما يضعون في الخارج ويقول لا يقلوا إذا كان يحبط التجربة لم يتكلم عنه الكلام التجربة لا تحبط ويجب أن يقدم هذا طبعا كما كل جمعة العصابة من قدما الجيش الفرنسي ويأخذونه مع بعضها من قدما الجيش الفرنسي محمد تواتي من أزفون نفس المدينة كعلي حداد وعلى هذا تصيبوه ديسكرتما يطبع هذا الولاد بلاده كاملنا لأن يحوص يلعب لكارت كابيل تواتي يحب يلعب الورقة ورقة القبائل بلاد القبائل وعلاش؟ مشو يحبا في القبائل لأنه عنده عقدة وفي بلاد القبائل خاصة في تدميت يشفوا عليه ارتكب مشزرة أثناء ثورة تحريرية في السبعة وخمسين لأنه كانوا المجاهدين يديروا كمائن وقدان للقوات الاستعمارية هو كان لهي مع القوات الاستعمارية كان في الجيش الفرنسي لذلك تخل ودق دق الحالة لا تقوي شفوا عليه لذلك يحوص بشي هترو عليه بالخير في بلاد القبائل ودارنا وعملنا ما مكانش هذا لذلك تقلد عطم الناس بودابوركي التحق هو من القلائل لأن لم أقل الوحيد اللي التحق بالجيش التحرير من المغرض مثال المغرض بلادهم من فارك ينقصوا شوية في على تونس وزيد هو أن تحق في سنت واحد استيل كان دعوات كلمات شوية كان تعلق بسكو متساوش كانت بكيرا يغبير أوبراصن بلويت أوبراصن بلويت أدي دعالة كابتان بتي تعالي سربيس دمانسي من فرنسو تعالي سربيس بسيكولوجيك وهذا اللي كان مشاهد خرافات تحكيقوا لك إنو عميرو رش الله يرحمو كل طلباء والمثقافين اللي التحقوا ب صفو الجيش التحرير كان يدبع فيهم يعني هذه دعاية كانت خرجتها فرنسا باش مخلي وش الطلباء اللي تحقوا بصفو الجيش التحرير وكان طلباء وتلاميذ وكامل 19 ميستوى وخمسين كانوا فمشاهد دعاية من جيهة الوبراصن بلويت هذه مشاهد دعاية من الجيش في منطقة القبائل يقولوا باللي من هذا الطلباء دور أنا بعثنا بزاف عملة وبالتالي عميروش عادي يشك فيهم وفي الصورة كانت الناس اللي دبعوا واخرين تقتلوا شكوا فيهم ولكن ما صرح هذه المجزارة اللي كانت فرنسا تروجلها بالليرا وعميروش عنده وقتل 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 اللي انترضايت على سبيب سيكولوجي هذه الوبراصن بلويت يدر على ما معاوة ستين حبطت هذه الموجة هذه وستواتي امسا انتحق بصفوف دابون مثلا فلان وقارنة امسارتي وكثمنا الدوا بعد امسا انتلاقوا كلهم وتشوفوا ما عايشون نخدم يعني كان في لتا ماجور دارك الوطني قبل ما يلتحق بالليتا ماجور ناحية العسكرية الثالثة لما كان فيها خالد من الزهر لا مش هيخدمها خالد من الزهر بعدها تقلد منصب مدير مركزي للصحة العسكرية و كملها وزير الدفاع بمستشار وزير الدفاع اخ من قنصي يعني وزير الدفاع هي كلا بشيكونوا من المومين مع بعضهم وزير الدفاع ذاك الوقت كان نزار بشيء مع بعضهم وكي رح نزار من وزار الدفاع رح عندها محمد العماري محمد العماري كيف كيف كانت بعضهم يعني كان في وقت ابو مدين كان ملتحت مع ناس صغير في الوزارة كانت في الوحدات العسكرية في الوزارة مع بوتفليقة في 2005 قبل 2005 خدم كمستشار بوتفليقة في شؤون الأمنية وفي 2005 بعد ما فشلوا في إفشال الوحدة الثانية عن بوتفليقة بس كمستشار عليه لكيداهم في الوحدة الثانية هو ما استناش حتى لا خلق البوتفليقة عفينينا روح على روح فيها باركة امشى اروح ولكن عود ارجع من بعد ارجع ثاني كان مستشار عن بوتفليقة وليما بوتفليقة في 2011 الخطابة 16 عبريل 2011 علن إصلاحات سياسية وكذا ودار لجنة وحطوا معاها بوغازي وبن صالح وكذا خدم معاها ميامات وجبت دروحه وإلى حد الآن راه جبت دروحه قاعدها المه كان ورا توقف مساد انتخابي كان ورا فتح المراكز تح الجنوب كان ورا حكاية المجلس الأعلى لإحداث المجلس الأعلى لدولة وشوف كل ما كان يديره لديره العصابة ذاك الوقت كان هو السيناريست هو كتب السيناريو أو على الأقل يعطي رأيه كان العصابة يعطيه المخ يعني هذا ما يسب وشكون كلمة أهم مخ واحد آخر أي تعم السلام أي تعم السلام مثالي راح نتكلم عليه في الجيل القادم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة